بالمناسبة محطات قطارات بريطانيين هذه محطات القطارات كثير المحطات تم احتلالها كانوا بعض خاصة بعض الأذناب والذباب على العصابة يكتبون مرة يقولون للمساعدين يقولون يكتبون يقولون آه نتارك هناك عند الكفار وعند بريطانيا ولن تستطيع أن تتظاهر ومن فلن أجل فلسطين وإحنا الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ما الذي يتظاهر اليوم البريطانيين بما فيهم المسلمين المقيمين هنا وغير المسلمين البيض والصفر والصمر والسود من الذين يتظاهرون بريطانيا؟ أم الذي يزعم أنه مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وهو يمنع أدنى المظاهرات أن تخرج في الجزائر؟ من الذي هو حر؟ من الذي هو حر ويستطيع أن يدافع على فلسطين؟ بالرغم من أننا في عاصمة وفي بلد الذي وعدت وقد مر على وعد بولفور أول أمس ذكرى المئة منيش عارف كم لكن من الذي يتحرك؟ من الذي يحتج؟ من الذي يحتل مقرات القطارات؟ ومن في الجزائر؟ الذي تمنع عصابتها خروج الشعب الجزائري الذي كثير منه يبيت بكاء أو يمتلئ بكاء وهو يرى في هذه الفضاعات؟ من؟ من هو الحر؟ هل تعلمون أني ما أقوله من هنا؟ لا أستطيع أن أقوله في أي بلد لا أقول في أي بلد في المنطقة العربية بل في أي بلد مسلم ما أقوله الآن من هنا لا يمكنني أن أقوله في أي بلد يزعم أنه حكام يزعمون أنه مسلمين وهناك سبعة وخمسين بلد يقال أنه بلد مسلم من هو الحر؟ هل تعلمون أن في هذه البلاد لا تغلط المساجد؟ إلا أخلاص في الليل الناس قاعدة تخرج هل تعلمون أن في هذه البلاد لا يقال للإمام ما يقول وما لا يقول والإمام ما يخلص من عند السيسيبي من عند الحكومة وأشياء أخرى كثيرة لك نطول فيها